اهلا بكم في زيارة رسمية واضاف البيان ان ولي العد السعودي سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانيال ماكرون وعددا من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك دعت وزارة الخارجية الامريكية الاحد المجتمع الدولي الى رد فوري اذا تأكدت تقارير عن سقوط ضحايا باعداد كبيرة في هجوم باسلحة كيميائية على مستشفى في دومة بسوريا وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان هذه التقارير مروعة وتتطلب ردا فوريا من المجتمع الدولي اذا تأكدت اثار الاتحاد الاوروبي تساؤلات حول ما اذا كانت القوات الاسرائيلية تستخدم القوة بشكل متكافئ في احدث المواجهات الحدودية التي اسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين في قطاع غزة ودعت ذراع ديبلوماسية للاتحاد الاوروبي الى توضيح تقارير عسكرية ودع ديوان البحر في ضحية عبدالله السالم احد رواده البارزين السفير عبدالعزيز ابراهيم الفايز لمناسبة انتهاء مهمته سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ورحب حمد محمد البحر وفهد البحر بثلة من وجهاء المجتمع الكويتي واصدقاء ومحبي السفير المغادر الذين غص بهم الديوان من بينهم العميد رئيس التحرير الاستاذ احمد الجار الله واثنى الحضور على مناقب السفير ابي وائل واشاد بادائه المميز وحضوره المؤثر طوال فترة عمله ديبلوماسي متمنين له التوفيق والنجاح في مهمته المقبلة للمزيد من الاخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة